حديثنا رح يكون عن لهوت وناسوت المسيح يصرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة دكتور سامح عزيز هو مش غريب عننا كان ضيفنا عدة مرات في الماضي فأهلا وسهلا فيك دكتور سامح أهلا نسيح وإحنا فرح أنك تكون معنا شكرا شرف لي موضوع هل يصح نقول موضوع شائك ولا موضوع سهل ما أعتقدش أنه موضوع سهل لأنه بيحتاج لتوضيح لما منتطلع على شخصية المسيح لما منتطلع على هوية المسيح أحيانا في كتير مشاهدين بيتشوشوا من الفكر لما منتكلم عن يسوع كإله وأحيانا منتكلم عنه كإنسان فإذا ممكن اتحدثنا عن يسوع المسيح لهوته ونسوته في هذه الحلقة طبعا زي ما حضرتك قلت الموضوع عميق زي ما يكون بندخل إلى أعماق المحيطات فده مش سهل لكل الناس اللي متعودين على الشاطئ متعودين على السطحية وينظروا إلى هذا الموضوع بخوف مع أنه لما بنجرب الغوص في الأعماق احنا بنكتشف جمال وروعة تزهلنا نفس الأمر كل ما بنفهم في هذا الأمر وكل ما عيوننا وقلوبنا تنفتح وترى شخص المسيح في لغيته وإنسانيته حاجات كتير أو بتتغير في حياتنا يعني مرات احنا كل شيء منجهل أو ما منعرفه منرفضه يمكن ونخاف منه نخاف منه مع أنه لما بندرس وبنفهم بمنطقية وبإضاحة وبسهولة نكشف أن هذه الأمور في منتهى الجمال وفي منتهى الأهمية لحياتنا العملية أنا عن نفسي أديل أكتر من عشر سنين يا أسيس يوميا بدرس في الموضوع ده كل يوم يزداد المسيح روعة وجمالا ويفرق معي في تغييري حياتي تتغير بيفرق معي جدا اشتركوا في القناة